السلام عليكم جاءونا ألف المساجات على التوجيه الناس الكل يحبوا يعرفوا كيفش يتوجهوا إشان يوتيوب متاعنا فيها ألف الكومنتر على التوجيه لإنستجرام عبيب المساجات وتليم ذا على الفيسبوك طالبين التوجيه التوجيه قررنا باش نجاوبكم مع بعضكم الناس الكل شنعطيك حاوس لو مش نقول لك الحقيقة مش نحاول ماكسيموم نكونوا فرانش وما نغلط حد به أول حاجة بكلكم تسألوا أنها البرانش اللي تهزل أنها مستقبل أول حاجة نحب نقول لكم إلي ما فمش برانش تهزل المستقبل معين خير من غيره كل برانش حسب إتقانك لها تهزك الأحسن حاجة وإذا كانك لاتخ تنجم تنجح بامتياز في اللاتخ وتولي حاجة ممتازة برشة وإذا كانك سيونتيفيك تنجم زيتك إن نجحت في اختصاصك إذاك تولي إنسان مناجح في حياتك يعني غلوبالما لازم اكتعرف إلي تو سمبلمون فما سيونتيفيك وليترير وفما إيكو وموش فما ماتو تكنيك وأنفو إذو كالكل تبعين السيونتيفيك ماتو تكنيك وسيانس وأنفو وليت حاجة لاترير ما في هيش ماتو فيزيك ولي كونومي هي الحاجة اللي بنيتهم الزوس وتتميز بدراسة الاقتصاد والتصرف كإضافة ما في هيش جيومتري وما في هيش فيزيك ولكن فيها للجيب والاناليز بختي الجيب بتاع المات وفيها خاصة نيكو جيستيون تاريخ جغرافي مويت أدبي بالنسبة الليتر بقول لكم تعرفوا شني فيها وبالنسبة للاختصاصات العلمية جيب خوفيغ نقول هما مع بعضهم ومراكم بكلكم عندكم المات برانسيبال ما معه الفيزيك وبكلهم يتشابوا ما في مش واحدة أصعب من واحدة ولا دروس مختلفة ولا لكثارية دروس كيف كيف معه اختلف شوية في بعض الشابيتر وفما المات دمتع الاختصاص كانك سيونس رحي سيونس كانك تكنيك رحي ميكانيك وإلكتريك كانك انفوراي الانفورماتيك كانك مات يبقاه المات والفيزيك هما البخينسيبال يعني نزيده نتعمقه فيه اكثر ولو انه اسامي لشابيتر تقعد هي بيدا بريسك بهي حسب ما قاعدين تراوه الظاهر انه السيونتيفيك بعد الباك يهزوك السيونتيفيك عموما تنجم تختار اللي تحب حسب معادل الكزيدة واللي تختز الكزيدة اللي تحب ولكن توس كيه اونيفيكسيتي سيونتيفيك بتبيع باكليدر ما تنجمش تمشي لها ولكن يهزوك لديز اونيفيكسيتي اخرين ممتازين وتحفنين وفيهم مستقبل هايل جدا والافاق متاحها وكيف كيف ايكونومي تنجم تمشي بعض الباكل ديز اونيفيكسيتي بهين وتحفنين وفيهم مستقبل هايل وممتاز جدا وافاقها كبيرة برشا يبقى انه متنجمش تمشي مثلا انجينيور وإلا حاجة فيها برشا مات فيزيك بالصعيب سيتوتا فيلوجيك حكاية الافاق معناها ما فماش واحدة خير من الاخر اصحيح يقولوا الاختصاصات العلمية فيها خدمة سيتبا فريمان فري على خاطر انتي كتتخرج انسان ممتاز ما عندوش علاقة باختصاصك علمي او مش علمي الانسان الممتاز ما هوشو انسان علمي او انسان ادبي راهو ممتاز تكور ويقلع بلاستو بالقوة بتاعو وبالامتياز بتاعو والدليل المناسب الكبرى هو الناس الناجحين شوف باكهم شنية تتلقاهم من جميع انواع البرانش ومن جميع انواع الباكيت وما ننسيوش اللي فيلزان نيكات خوفان وقبلها كانت الباكليتر هي الباك الرئيسية والاقوى واللي يتخرجوا منها بالطبيعة عشرات الاف المناسب الكبرى اليوم ولكن توا وليت الحياة متاعنا بكلها تكنولوجيا هذك علاش ولينا يسر عندنا اختصاصات سيونتيفيكة هذا لا يعني انو فما كان هما الاختصاصات الاخرى نحشتنا بهم برشة 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 والاختصاصات العلمية مخاصة فقط باللي يفهمها نعود لللي يفهمها ما ننسى حتى حد ما يفهم هاش بش يمشي لها زادة ما ننسى حتى حد ما يفهمش الليتر بش يمشي للليتر ما ننسى حتى حد ما يفهمش الجستيون وليكو ومش قادر يفهم تاريخ او جغرافيا زادة بش يمشي جستيون ويكونومي هذك علاش حمش ننتقل بك لنقطة ثانية موش لبغانش هيا موش لبغانش هيا المش تقرر مسيرك موش يقرر لك مسيرك نهار اخر هو اولا معدلك مهما كانت البغانشة اللي انتي فيها ثانيا شخصيتك واتقانك للحاجات ما تجيش تقول باك سيونس ما يلقاش خدمة ولا باك سيونس يلقى خدمة باك ليتر ما يلقاش خدمة باكيكو ما يلقاش خدمة تتفي في فوق اشياء خاطئة تماما على خاطر نجاحك ومعدلك امتيازك فيها هو اللي قرر انتي شنو معناها مهما كانت الباك اللي تخرجت منها كانك ممتاز بلاستك تجبدك اوتوماتيكما سوى في خدمة سوى في الحياة عموما خاطر الدنيا مش خدمة فقط تنجم انتي تصنع خدمة زادة مش تدخل تخدم في خدمة نجم تنتج حاجات وحدك وهذا مش مربوط بالاختصاص اللي قريتو مربوط فقط بالمواهب متاعك وبالذكاء متاعك خý خلنا Kerry وطوع اللي تسميوهم منتووا مآفاق اللي تسميوه منتووا مآفاق الناس الكل التسأل متلي انتهز متلي انتهز ما فماش متلي انتهز و تكنيك و انفو تو و انتهي الفوульт همهما الحق بي هز على بعضهم معناها كل واحد التي تقبل جماعة المات والتكنيك والانفو والسيونس التقبلوا منهم تكل معناه نحكي على التكنيسيان مثلا من الاختصاصات السيونتفيك الكل الانفورماتيسيان من الاختصاصات السيونتفيك الكل الانجينيور المدسان زائدة يأخذوا من السيونس والمات ولكن نرد بالك في حكاية مدسان فما برشا مشي في بينهم الي كنتبع سيونس اراني النجم نحط مدسين بعد الباك وناخذها خنكون واضحين وصريحين لازمك تكون اكسلون من الاخر وتكون انسان واقعي معناها اذا كان انت مكش قاعد تكون لانك تجيب معادل ممتاز في الباك من الي صغير وتعدي تضعيف ضعيف ضعيف بخميار ضعيف دوزيام ضعيف تخوزيام كيفاش تحب تكون اكسلون في الباك كل شاي مربوط ببعض وكل شاي تكونه من الي انت بديت تبني في حياتك من الي بديت تتعلم مستيام حتى من قبل معناها الي جابوا ديزويت في الباك وديسيت في الباك ناس فاهمين بالكداب نسبة بريسك تسعين في المئة وتسعة وتسعين في المئة او مئة في المئة دروس الكل مواد الكل ملي صغير ولكن ردوا بالنا عمري لا قلت الي جيب عشرة موش هزكي ينجم يطلع فكي بارشة لكن تسامبلو مو ما يخدمش وكهو قدامك الدليل الجامعي تشوف الي الي الاختصاصات العلمية لكل بريسك كيف كيف يعني حاجات باهية وتهز للليزوينفرسيتي العلميين كيما زادت نجم تهز للأدبيين يعني اللي ناجح باك سيونتيفيك ينجم يرجع لاتر ينجم يرجع حاجة اخرى بعد الباك يتقبل كان حبي يبدل ويلاوحى عليه الماتماتيك والفيزيك اكسدا سي بوسيبل لكن من باكات الأدبية ما تنجمش بالطبيعة ترجع سيونتيفيك من بعد ولو انه فما شوية حاجات في السنتي تنجم تدخلي لهم بالفلوس من الباكليتر خلني مشوا للأفاق الطيارة بارشة بتاع الباكليتر اللغات بالانواع والاشكال الترجمة والمحامات والقضاء والقانون اللي هو عالم اخر ما هوش علمي العالم هذاكه ما هوش سيونتيفيك ولو انك تنجم تقعد سيونتيفيك تاخذها اوبسيون وتنجم تشوف الدليل عقل جامعي فما بارشة دايز يونيفرسيتي يقبلوا الباكليتر ويوصلوا لبعيد بارشة وفما زيدة ما ننساوش السحافة هو المسرح والثقافة بنواحة اللي الأفاق متاحهم ممتازة جدا اللي كانك مش تجيب معدل ممتاز ومش تكون ملول اللي هو ما أبوي بذوكا مفتوحين زيدة لجماعة الإيكونامي وجماعة الجستيان بيانسور بالإضافة الى الهو سي وزيدة لزيكول متاع الاسجي لزيكول متاع الإيكونامي وجستيان الكل يعني عدد لزيونيفرسيتي اللي تنجم تقبلك من بعد حسب اختصاص كرانة عنها بارشة انواع واشكال هو الأفاق اللي تتحلك بعد الباك زيدة ازي كانك مهما كان اختصاصك زيدة انواع واشكال وإن شاء الله تونها بطولكم ساكسوس ستوريز متاع ناس نجحوا بارشة في حياتهم بالقدير وصلوا لبعيد 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 والفوق لفوق لفوق من باك ايكونامي جستيان من باك لاتخ ومن باك سيونتيفيك خلينا نحاوصلوا ميلا كيفاش تختار الساعة أولا ستوكي دي سيد ثانيا كون واقعي تكذبش على روحك وزيدة ما تطيحش من قدرات روحك كي نقولك كون واقعي زيدة لا تمشي لحاجة تعرف روح كي يصير بعيدة عليها ولا تخاف من حاجة انت رك تنجمها ما ماشي في بيلك ما تنجمهاش لازمك تقيم روحك تقييم حقيقي ثالثا كالكسوال برانش اخدم توتوصل لبعيد برشة تنجح برشة تعلى الفوق برشة برشة الخدم خلينا نقشوا مع بعضنا نقطة سواء غياليست توا شمعنيها غياليست واقيعي اسكو انت ممتاز في المواد العلمية ماتفزيك من اللول كان وي قالو غمشي اي حاجة علمية تعجبك كان تحب تمشي تكنيك رك وحط في مخك انك مش تقرار ماتو فيزيك ويلكتروني وميكانيك اللي هم الكل براتسبال كان مش تمشي انفو حط في مخك اللي الانفو لازمك دجا موهوب فيها قبل كل شيء ورأي المواد البرانسيبال ماتفزيك وانفو وكان مش تمشي سيانس المواد البرانسيبال مات وفيزيك وانفو وكان مش تمشي للمات رأي المواد البرانسيبال هي مات وفيزيك ومش تقرأهم بالقوي وبتفسير بالغدي ومش تتعمق فيهم ولكن التيتر الرئيسيين مش يكونوا بيدوا مع ليظاتوا بغنش Приسك مع شوية ش tread في بعض البرانش ونقصين في بعض البرانش يعني فما البعض ماشي في بالو كي تابع تكنيك مثلاً فريمان وما في بالهمش اللي هي ماد فيزيك او انفو ماد فيزيك او سيانس ماشي في بالو اللي هي سيانس فقط العلميين الكل ماد فيزيك مع مادة اذا في اخر او زوءس يعني يلزم تكون ممتاز في المواد العلمي مخوك سيانتيفيك عندك لا لوجيك لوجيسيين ولا على اقل في اغلبية المواد العلمية مع الامتياز هذيك لازم تزيدها تغزر للي غاف متاعك إذا كنتي تغيب داتخ سيانتيفيك وبيان عندك احلام ادبية حتى ولو ممتاز في المواد العلمية دونك تنجم تكون ممتاز و احلامك ادبية في الحالة هذيك تنجم تتبع الغاف متاعك ايفيكين على شرط تكون زادة ممتاز في المواد الادبية زادة دونك حتى الغاف متاعك عندهم دور في الاختيار ولو انه اللي كون سيانتيفيك راه ينجم يرجع لاتيرير من بعض ولكن اللي يكون لاتيرير معادش ينجم يرجع سيانتيفيك من بعض في اليزيونيفرسيتي وبالنسبة لللي يقول انا مش نمشي ايكونامي على خاطر من حبش المات وإلا مثلا فما البعض قالوا الايكونومي سهلة الايكونومي السعيبة مهيشي سهلة فيها برشة خدمة تخدم تلقى وفيها زادة مات لكن من غير جيومتري ومن غير فيزيك ويقرأوا المات بالاعتماد على القواعد ميديومنتري وشباشا ولكنه يبقى مات فمش كون زادة يتبع مواد علمية يحب يطلع مهندس انجينيور المهندس من هذو من الكل ينجم يخرج مهندس ولكن انعاود نذكر لازم يكون ممتاز في المواد العلمية توصف لما يعني ندورو ندورو ديما ونرجعو للامتياز نمشي وتوى لللي قال الباك الفلانية مفيهش خدمة ابو انتي تصنع الخدمة انتي من الانترتيان هتحجب المؤسسات نجم الدخل المؤسس في الانترتيان باك انسان علمي وانسان لترير وحسب الانترتيان بش يختاروك فمش كون يحكي على عدد البلايس المتوفرة اللي هي متوفرة لجماعة سيونتيفيك اكثر صحيح الدنيا بكلها تكنولوجيا واللي نتاوى عالم التكنولوجيا وجمعت الانجينيوري والتكنيسيانات والانفروماتيك فم برشة بلايس صحيح ولكن مش الكل يخذوه من البلايس لانه يبقى الامتياز هو اللي دخلك البلاسة معينة كان مش امتياز على الاقل خدام انسان خدام ورزين ودري سيريو وما ننسيوش اللي اتقان العمل نرجع ونقول اتقان خدمتك ما عندوش علاقة بباكك انت انسان متقن في حياتك رك انسان متقن عموما الخدمة انت تصنحها نهار اخر كتت تخرج وتقعد مطيش فما نوعا ما غلطك انت على خاطر يلزم ترمي روحك يلزم تعمل برشة استاجات حتى جراتويتمان يلزم ترضى باي حاجة من اللول يلزم توري روحك يلزم تنمي قدراتك اما انها الخدمة تقطق عليك نهار اخر هذي حاجة مستحيل كم كونكلوزيون اسنع روحك بيدك اللي يخدم راه وعمره لا يخيب حتى ولو مراش انتجه سور بلاس ما تقلد حتى حد كون عندك شخصية واحدك واحلام واحدك قاوم على خاطر سيبا فاسيل ما فام حتى شي مش يجيك بالسهل يعطيكم الصحة مرحبا بكم في الغيزيوسوسوسيون تيانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة